السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم برحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال اعمل حاج لازمت عليك بارك الله فيك ابنتي الحمد لله الشكر لنا الله يفتح عليك بواب لاخيرك تذكرين الله يذكرون الشارع والخاتي مننا بارك الله فيك للا نسى حافظك الله ورعك الله يطولنا عمرك الاهلا يخطيك اكرمك الله للا تقيتك تديلي واحد دعوة ديالا خير الله يفتح عليك لواحد من تختيار في عشرة عثنين هادي ويكا تعالي ما خلتش يا طبيبي يعني الاعصاب ولا منعش لا يهلا هاذ الله اشكي وقع لها بتنسى ايه كانت حاملة يعني الزوجات صغيرة ولدت واحد الفنيسة صافي منسما يعني بحلي كانت لها وعرة ولا شي حاجة صافي منسما ركبها الاعصاب عيات بالطب عيات بالاعشاب وطبور شيفة منعنت الله والزواج ودعمة بالله ودعمة بالله للا نسى الله يفتح عليك بواب لدينا مع الوالد رهانا ليتتصلت بك ذكي السيمانة ايه عقلت عليك للا نسى عقلت عليك الى قلت ارضات الله والوالدين في المادة الانسان يدبط يقضي اليه الله ايا المرضيات ومهدو الحمد لله الله يفتح عليك بارك الله في الانسى حافظك الله انا مازال ممزوجة شي يعني لما كانش لياتي الخير الله هنا فيها الخير لا يلتنادي لا يكون خير ان شاء الله يكون خير بإذن الله انا الحمد للغير بيسرد من الوالد هذيك يد دنيا ورسيع والسعدات المرضيات والله يخيبوا والله يخيبوا والله يخيبوا والله يخيبوا حافظك الله ورعاك اكرمك الله للانسى وكان مغير بالشركة للانسى هذه قاعدة قاعدة هذه قاعدة موتوق منها ان المرضيين والمرضيات ربي سبحانه وتعالى وعدوا عليه انه يكرمهم في الدنيا قبل الاخرة وبالعكس والعكس صحيح الله يسترنا ويستركم العاقين والعاقات اللي كنتسمون بساخطة وبساخطات الله يسترنا ويستركم كيتكتبان فيهم العالمة في الدنيا قبل الاخرة اما المرضيين ربي عز وجل لوعد انه سوف يكرمهم في الدنيا قبل الاخرة فالمرضي والمرضية غريت مننا على الله غريت مننا واللي يتمنى على الله تعالى غريت تلمينا يديه ان شاء الله مطلبتي غير الموجود للانسها كيتمنى على الله تعالى يكملك دينك وربي يختار لك سي زوج صالح اللهم تعالى بباركة والديك وبباركة النور اللي في وجهك اسأل الله تعالى ان يختار لك من عنده الزوج الصالح الطيب المبارك المرضي المهدي في الدنيا يا ربي يا كريم وفي الاخرة ربي وعدا بان اللي متزوجت في الدنيا الله تعالى يقيم لها زفاف في الاخرة كيتم زفاف اهل الجنة خاص بالعزام والعازمات اللي متزوجت في الدنيا مباشرة لما يدخلون باب الجنة اول ليلة اول اقامة لهم اول ليلة في الجنة ربنا عز وجل يقيم زفافا كيتسمى عند اهل السنة بزفاف اهل الجنة كل عازم وعازمة لا ينبغي ان يبيت اول ليلة في الجنة الا وهو له شريك في الحياة لكن هذا لا يمنع ان الانسان يمتع بهذا الخير في الدنيا لنا ربي عز وجل كريم وخيره كثير وان من شيء الا عندنا خزائنه ولا يعجزه شيء والانسان دائما يتمنى على الله ويطلب من الله الكثير وان سألتم المولى فاسألوه الفردوس الاعلى فاسأل الله الكريم لا ننزها ان يسعدك ويختار لك الزوج الصالح ويعطيك منه الدرية الطيبة والحياة المستقرة في القريب العاجل انت وكل بناتنا واخواتنا لما زلوا عازبات يا رحمن يا رحيم قولوا معنا جميعا امين امين يا ربي يا كريم وجوابا عن هذه الاخت اللي عندها مشكلة عشر سنوات بعد الانجاب اصيمت ما اصيمت به المفروض ان الصحة الانجابية والصحة النفسية سيعلمها الاطباء غد يعرفوش عندها لكن هناك اشياء ربما قد لا ينتبه لها الطب الحديث معلوم ان المدارس الطبية اشكال والوان هناك المدرسة الفرنسية وهناك المدرسة الانجلوسكسونية في الطب وهناك المدرسة التقليدية والمدارس متعددة فقد منهم لا يؤمنوا بمعض الاشياء معينة احنا في التقافة الدينية نؤمن بان الامراض لك تكون مستعصية وغريبة قد لا تكون بيولوجيا قد تكون اما روحية واما نفسية نفسية معلومة انسان عنده عقد نفسية انسان عنده ضغوطات مع العائلة انسان تعرض لنكسات في مرحلة من مراحل عمره ونعلموا بان النفس كتخبي ديك العقدة حتى كان ظهر العقد مكتحلوش كيبقى وتمى مخبيين بحل واحد الخابية النفس المشارية بحل واحد الجرة بخبيت العقد وحل نطة كتبرز انسان عنده عقدة خطيرة مرام درمى مع راجلها مرام درمى مع مراتو ملك تقلبك تقل العقدة اللي عنده ملك الطفل صغير او لما كان مراهق بقات مخبيين في اللاشعور دياله ثم مرزت من جديد هذه عينة جوه سهل طبيب متخصص في علم النفس ممكن ان يحل العقدة بكلام بأدوية بحكي ويستطيع ان يفرغ ثم تحل العقدة احنا عندنا واحد اليقين بان العقد تحل بالسجود اعظم طريقة واسهل طريقة مجانية وسريعة وفعالة ان العقد تحل بالسجود وسجود واقترب تسجد للمولى عز وجل وتشكو له ما تجدوا خصوصا بالليل طرقت ما من رجى والناس قد رقدوا وبدت اشكو الى مولاي ما اجدوا الناس نعسل بالليل كان فاق كان توضى نصلي ركعتين ثم اسجد واطين السجود وفي سجودي اتحدث مع ربي يا ربي راني دارني كذا راني تغلبت في هذه هذه قهرتني هذه ما قدرتش عليها وهذه حيرتني فالامر اليك نتكلم مع الله سبحانه وتعالى نتكلم مع الطبيب نفساني يا ربي قد وقع علي وقع علي واملي فيك يا كريم يا رحمن يا لطيف وامدح ربي واتني عليه خيرا وسوف ترى عجائب قدرة الله سترى بان الطاقة السلبية كلها سوف تضعها وبالتالي تأخذ طاقة ايجابية لما تعود الى النوم تستريح وفي الصباح تقوم انسان اخر انسان جديد انسان قوي انسان كلك حيوية كلك نشاط كلك ابتسامة وكلك مقبل على الحياة هذه الامراض النفسية هكذا علاجها كلنا نتعرض لضغوطات وهذا احسن علاج علمنا اياه احبتنا السابقون ولقينا فيه الحمد الله خير عظيم فلا ينبغي ان يوسع على اوسع نطاق ممكن قد يكون المرض التاني اللي سبب ليه هاتش كله ماشي مرض نفسي وانما هو مرض روحي الامراض الروحية ايضا كتلقى الجسم سليم والنفس سليمة لكن الروح تصام بالمرض والروح غريبة ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا الروح قد يسيطر عليها مثل نسيج العنكبوت هي الروح تكون مشرقة روح المؤمن اللي كتلقى مع الطهارة والوضوء والعبادة والذكر ودائما كيقلب على مجالس ويجالس الصالحين والاخيار والابرار ويملأ فكره وعقله بالمبادئ السامية وكيشارك في المبادرات الاجتماعية كتلقى دائما متقدم الى الامام لكن الانسان المعزول لكتلقى دائما سد عليه الباب بغي اتقار وكتلقى دائما عنده حلقة مفرغة وكتلقى روحه قد ضعاف وكيشها مثل نسيج العنكبوت فلهذا كيوصي الخبراء بان الاسان يمزق كل القيود ويكسرها وينطلق في الحياة افرح بشبابك افرح بعمرك وافرح بالكون من حولك انظر الى الشماء واستمتع باشعة الشمس الدهبية انظر الى الهواء الجميل واجعله يداعب جسمك ويداعب روحك واستمتع بالعطل استمتع بالطبيعة افرح افرح فسوف تنسى الاحزان لكن الانسان كتلقى دائما مغموم كيخلوش يقولك الاكتضاد وغلاء المعيشة والباشر والخيم والحياة مأزمة وفي غيس كورونا كيهددنا اغرب وحده دار واحد الحلقة مفرغة ودارنا الدارة سوداء هاتك غير مرض غير مرض مرض شديد وفي روحه غير جيه مثل نسيجه العنكبوت وهتلقى الطبيب ما ينفع معه مشي عن طبيب اللول والتاني والتالت يعطيه الدواء يقول له هاته جديد ارته خاصه لا بوده يخرج من هات القوقعة قد يكون الانسان يصاب ايضا بالعين لعل هذه السيدة لما انجبت اصيبت بالعين والعين حق لان غالبا النساء في الزواج ديانهم شحن بالفتاة نهار الزواج كي طلع فوق العمارية وكي يزينها تزين العرائس والعائلة كونها فرحانة والطبون والمزامير والاكل والشرب والاحتفالية كيكون في المجمع ديالها شو احد في قلبه حسد فينظر اليها واحد نظرة وكي تأسه كي يقول اه شو الظهر لبنعطاه الله تعالى بدتنا بقوا بالزواج وهدي شو كي ديرهم زوجة ودل العرس الله يسترنا ويستركم إلا كان مثل هذا الإحساس دير الحسد ودير العين رأي يصيم الإنسان فينكسر وكتلقى عنده المراد وكتجي الأبواب مغلقة وكي بقى تمام في بلاسته ديما الحياة مرة وحارة وكذلك المرأة عندنا الوضع المرأة اللاكتوضع وفرحانة بالمولود ديالها وكتدير نظهار الأسبوع وكتجي العائلة والإحباب ناس كيف يفرحوا معها وكي بغيوها لكن شو واحد قلموا فيه مرض وكينظروا حد نظرة سيئة فيصابوا بالعين خصوصا إذا كان الطرف الأخر المستقبل كان دموا حلو كيسموها كاللي دموا حلو كاللي دموا مر دموا مر هو هكذا حتى الدم للفاصيلة أخرى من غير الأبليس وليه الفواصل الدموية المعروفة كانوا واحدة دموا آخر من الفواصل الدموية كان اللي دموا حلو اللي دموا مالح اللي دموا مر كنتشد فيه العين وكينلي كيه هو كيأطاكها حسم الطبيعة المشارين للإنسان فقد تكون هذه السيدة أصيبت بالعين عين الوضع العلاج بماذا يكون يكون بالمواضبة على الوضوء الوضوء والاغتسال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء سلاح المؤمن احنا عندنا سلاح الوضوء لماذا حافظ عليه الى قناة تتوضى خمس مرات في اليوم تجدد الوضوء عند كل صمع كان افضل لانه سلاح وكذلك الاغتسال من الجدامة والاغتسال من الحين والاغتسال يوم الجمعة للتنظف كل هذا خير عظيم لماذا لان فيه زوال العين وزوال التأثيرات الروحية السلبية ثم الانسان يستمتع بالسجود دعوى لكم جميعا ايه الاحباب الكرام لما نأتي للسجود علينا ان نستمتع افضل لحظة عندنا في الوجود كله لحظة سجودنا بين يدي المولى عز وجل هاد اللحظة غنعرف قيمتها يوم القيامة لان بها يعلو الانسان يوم القيامة غدلقى الانسان نفسه قد على علوا عليا غيقول يا رب هاد العلو اللي يستطلباش غيقول يا بكثرة سجودك السجود يعلي المقام حتى في الدنيا لشتي في مقام في الدنيا عالي المقام راكتل السجود إلا مدرحم ربك ولي هو يكشع راس بانه ما عنده قيمة بين الخلق وكي حجره علاجه انه يكتر من السجود يرفع الله مقامه سبحانه وتعالى ثم السجود يحيد لنا كل التأثيرات السلبية ما يتعلق بالعين والحسد والسحر والارواح الخبيتة وأم الصبياني والتابعاء وغيرها كل ذلك يزول بالسجود وذكر الله عموما نسأل الله الواحد الأحد لننزها هدل الأخت فاضل اللهم شافها وعافها اللهم داوها بدوائك اللهم عالجا بعلاجك اللهم طبها بطبك اللهم كلها وليا وناصيرا يا رب بحق القرآن العظيم يا من قلت وقولك الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم شافها واشرح صدرها بحق قولك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزركا الذي أنقذ ظهرك اللهم يا رب أزلنا بها من تابعه وأزلنا بها من هم وغم وارزق الصحة والعافية قلوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة